والإشارة لأنه المقال ده دي برضو أنا معلومة من المعلومات اللي يعني بالنسبة لي ما كنتش عرفها إنها كان جزء من الخداع الاستراتيجي اللي بيتم من خلال كل مؤسسات الدولة وكل أجهزة الدولة والمجتمع كان بيشارك فيها وهو مش عارف إنه بيشارك فيها جزء لافته مهمة برضو اتكلم عنه سيد رئيس جمهورية فيه كلمته هو دايماً بيتكلم عن الحرب على الإرهاب إحنا على مدى العشر سنين دول اللي فاتوا إحنا وجهنا الحرب على الإرهاب أو كنا دخلين في مواجهة رئيس الجمهورية كان بيتكلم عنها وبيشير لها بأنها الحرب على الإرهاب المسؤولين في الحكومة بيقولوا عليها الحرب على الإرهاب لكن دي الأول مرة برضو إذا كنت أنا يعني دقيق في المتابعة أتصور داني عندي شوية دقة بسيطة يعني إلا إنه الأول مرة في خطاب رسمي بخصوص 6 أكتوبر وبداية حديث سيد رئيس الجمهورية في أول كلمته الرسمية النهاردة وهو بيتكلم عن الأول كانت إشارة عن كل الشهداء اللي سقطوا في كل الحروب المصرية بما في ذلك 6 أكتوبر وقال وكل الحروب النهاردة كان لأول مرة بيشير إلى حرب العشر سنين أو الإشارة للحرب الأكبر في تاريخنا وقال تحديدا أنها حرب العشر سنين أو الحرب الأكبر في تاريخنا واللي ما تمش لغاية دلوقتي أو ما جاش الوقت لسرد كل التفاصيل المرتبطة بي دي بروزة أو إبراز للمجتمع ده خاضوا على مدى عشر سنين حتى وإن كناش إحنا كمجتمع في حالة التعبئة يعني في حرب 56 في 67 في 73 كان الشارع في وسط البلد داخل في الحرب وبتمسوا الحرب فأي محافظة من محافظات مصر لكن على مدى العشر سنين اللي فاتوا النهاردة أستاذ رئيس الجمهورية بيشير للحرب على الإرهاب كالحرب الأطول على مدى الفترة اللي فاتت حتى وإن كنا إحنا ما كناش حاسين بيها كنا بنتبعها وكنا نشوفها بس ما كانتش لها نفس الوجود أو التواجد اليومي في الحياة المدنية دي إشارة مهمة لأنها لأول مرة بيشار لها من خلال سيد رئيس الجمهورية في احتفال رسمي في الاحتفال بخمسين سنة بنص قرن على حرب أكتوبر كل سنة وحرككم جميعا طيبين وكل سنة وحرككم جميعا قادرين أنتوا تفتكروا وقادرين أنتوا تستدعوا الدروس وقادرين أنتوا تنقلوها للأجيال اللي حواليكم نرجع على مشهد مرتبط